مرحبا حبائي في برج السرطان أول شي رح نشوف طاقتك كيف عاملة في هاي الفترة لأنه كتير بيهمني أنه أعرف أو أنت تعرف ويمكن كمان الطاقة تبعتكم كيف حتكون هاي الفترة آها رح أكتر شي تزهر الأمور العاطفية في ممكن يكون رجوع لعلاقة قديمة ممكن دخول شخص جديد لحياتك المهم أنه في أمور رح تتحرك في العاطفة في التطور معين رح يصير على الصعيد العاطفي فجهز حالك يا برج السرطان مع أنه برج السرطان هاي الفترة عم بيهتم أكتر شي بالعمل بالإنجازات وشايفيت له بالأشهر الماضي كان فيه إنجازات وكان كتير بالنسبة للعمل يعني الحمد لله الأمور تمام فخلينا نشوف إذن بشكل عام ورج السرطان هاي الفترة إن شاء الله يكون الورق إيجابي كلكم عندكم سفر مش عارفة ليش طفشان كلكم بدكم تغيروا مكان بدكم تغيروا سكان بدكم تغيروا شعر فبس خلينا أحكي الطاقات من الأول عشان ما أنسى طاقات حبايبي في عندك ميزان في عندك تور والميزان تكرر أكتر من مرة ما بعرف ليش الميزان عم يتكرر اليوم كتير يمكن طاقتي أنا متأسرة في الميزان في طاقات هوائية بشكل عام في كمان تور في سرطان ممكن يكون سرطان مرتين في أبراج والله كل الأبراج موجودة لكن أكتر شي خلينا نقول الهوائية ثرابية المائية أيضا موجودة المهم برج السرطان انخدعت انصب عليك خلينا نقول أما على الصعيد العملي أو على الصعيد العاطفي انتصب عليك نصبة مرتبة يعني كنت كتير زعلان من هذا الموضوع أو أنه انطعنت من طهرك كذا ولكن عم بتحاول هلأ عم تاخد حقك شايفيتك في عندك كارما في عندك رجوع لحق إلك في جوستيس خاصة الناس اللي عندهم محاكم رح يكون الحق يعني رح يرجع لهم خلينا نقول ورح تكون على نجاح هاي المحاكم أو هاي القضايا لأنه عم بشوفك يعني طول الوقت عم بتحاول يعني تكافح وترجع حقك لذلك رح يرجع لك حقك عم بشوف في كانت مشكلة صحية عندك أو عملية جراحية ممكن تكون عندك أو حدا من العائلة عم بتتم على خير وخاصة للنساء ممكن تكون عملية تجميل عم بتكتير بتعطيهم طاقة إيجابية وعم بتصير على خير وعم بيكونوا كتير مبسوطين في فرصة حمل كبيرة الحمد لله يعني لحد ديت هلأ معظم الأبراج في فرصة حمل في عندك اللي هو نهاية طرف ثالث كان موجود في علاقة إما علاقة صداقة أو علاقة عاطفية في نهاية نهاية يعني مع خلينا نقول مش فضيحة يعني نهاية مع لا فضيحة بجلاجل أنا آسفة يعني ما كنت بدي أستعمل بس فيه للطرف الثالث نهاية مش حلوة أبدا في هاي الفترة وهذا الموضوع رح كتير يبسطك خاصة أنه أنت انطعنت كتير في هاي العلاقة أو زي ما قلت لك انقصب عليك ممكن على فكرة عن جد بالعمل وعن جد في العاطفة مع بعض لأنه بين عندي تن يعني عندك عشر سيوف ما ضلش حدا إلا طعنك في برج السرطان في نهاية لهذا الموضوع هاي الفترة رح ينتهي على خير هذا الموضوع من بعد الخضلان اللي قلنا عليه والطعن بالضهر شايفة إنه الشريك عم بيحاول إنه يوازن بينك وبين أمور تانية في حياته لحتى ما يضطر يسيبك مرة تانية أو ما يضطر إنه يتركك عم بيحاول يعمل توازن بينك وبين أمور تانية في حياته ممكن تكون العمل ممكن تكون العائلة عم بشوف هذا الطرف الثالث ممكن يكون يعني مش شرط خياني يعني ممكن يكون أحد أفراد العائلة خاصة الأم أم الشريك ممكن تكون رافضة الموضوع أو كذا فعم بشوف نهاية لهذا الموضوع عم بشوف تسويات عم بشوف مصالحات الشريك عم بيقدم خلينا نقول كاس الصلح أو عم بيقدم عرض معين لا إلك بالنسبة للناس اللي ما عندهم حدا في حياتهم مبين أنه فيه شخص زي ما يقوله كامل مكمل يعني ولكنه شبه زواج تقليدي أو كذا ولكنها فرصة كتير كتير حلوة عم بشوفها هاي الفترة بالنسبة للعزاب هذا كان بشكل عام السرطان في العمل رح يكون فيه عندك ركود أول فترة أول أسبوع ولكن بعديها عم بشوف فيه تمرحل فيه تطور شوي شوي فيه ناس كتير رح تكون زعلانة من هذا التطور اللي رح يصير معاك لأنه عم بشوف فيه ناس كتير عم بتراقبك في العمل أو ممكن يكون الشريك عم براقبك بيعني كتير كتير عم براقبك كل وقت إما يسأل حدا عنك أو على السوشيال ميديا أو كذا ما بعرف شو الطريقة لكن عم بيكون كتير عينوا عليك كمان هذا الكرت ممكن يكون طاقات سلبية حبايبي فديروا بالكم إذا كان في عندكم طاقات سلبية حاول الاستشفاء منها طاقات سلبية زي ما بتعرفو وحسد عين سحر أمور بتلهاي فديروا بالكم في عندكم التاكرات في منهم يعني متضررين فيعني إنه زيروا بالكم هذا كان بشكل عام حبايبي خلينا نفتح أكتر على العاطفة إذا ورق إيجابي بشوفه ورق حلو كتير كتير لبرج السرطان نشوف إذا أكتر إحنا حكينا عاطفيا عن بعض الأمور بس نشوف كمان حلو 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 آه رجعة الكروت اللي أنا ما بحبها رجعة تتبين لأ وتلت كروت كمان طاقات سلبية زي ما قلنا طاقات سلبية حبيبي عم بتكون كتير تعبان منها يمكن أسحار يمكن شغلات أعمال خاصة من طرف ثالث معمولة آه طرف ثالث عم بشتغل هذا الموضوع إليك يمكن أو للشريك أو أنت التنين مع بعض عم بتأثر عليك بطريقة شوي سلبية ولكن شايفي عندك والحمد لله أنه فيه انتصار على هذا الشخص بكبتين آه فيه أمني رح تتحقق في الحب آه الأمور بينك وبين الشركة عم ترجع لذلك الطرف الثالث رح يكون يعني كتير معصب وزعلانه من هاي النوع آه شايفيك منتصر آه على العلاقة أو منتصر على الطرف الثالث خلينا نقول آه أو هذا الانتصار على فكرة مش ضروري يكون عاطفي مع أنه هذا الورق يعني أنا فتحته عاطفيا ممكن يكون كمان في العمل ولكن أنا بشوفه عاطفي أكتر إذن هاي العلاقة الثالثة زي ما قلنا آه عم تشتغل أمور مش تمام آه تمام لكن في انتصار عليها هاي الفترة آه شايفة انه في عرض في عرض من الحبيب والحبيب عم رح يكافح بالمستقبل عشانك على فكرة فيعني شايفة في أمور حلوة بينك وبين الحبيب عم بتكون هاي الفترة نشوف عقلك الباطن انت بهاي الفترة شو عم بيكون أكتر شي في بالك على شو عم بتركز إذا كانت في عندك تراكمات شغلات ممكن حتى آي حلو هذا الطرف الثالث آه الكرت طلع مقلوب آه قلنا رح تنتصر عليه وفعلا في هزيمة كبيرة لإله آه لدرجة انه رح يحب يخبي حاله رح يختفي رح يحاول يختفي من أفعاله آه قلتلك قبل شوي في فضيحة أو كزا هو رح يتعرض لها وفعلا آه رح يكون آه مخبي حاله أو يختفي بسبب هذا الموضوع هاي الفضيحة مع انه يعني احنا ما منتمنى الشر لحدا ولكن فيه شر رح يقع فيه هو رح يقع فيه شر أعماله هذا الطرف الثالث آه ففعلا عم بيكون في عقلك الباطن وعم بتحقق هاي الأمني أو هاي الشغلة عم تتحقق فعلا نشوف إذا فيه تحذيرات أو حتى ممكن بشائر ببعض الأحيان لكنها كروت تحذيرات بشكل عام الورق هذا آه شوف حبيبي فيه شخص كان لابس آه كان عم يمثل عليك فيه شخص بيحبك آه فيه حب عميق بينك وبين شخص ممكن يكون صديق ممكن يكون آه شريك ممكن زوج ممكن كان يمثل عليك بعض الأمور اللي هي كانت بس عشان ما يخسرك هذا الشخص أنا ما بشوفه سيء بشوفه منيح ولكن عشان ما يخسرك كان لابس مثل ماسك كان يمثل عليك يمكن بمثل عليك إنه ما بيحبك يمكن يعني من هذا النوع آه لكن الحقيقة غير هيك الحقيقة إنه بكتير بيحبك وكتير متمسك فيه خلينا نشوف إذا فيه نصيحة من الكروت كتير حلو فيه فترة آآ رومانسية جدا رح تعيشها يا برج السرطان في هاي الفترة آآ يمكن عودة حبيب يمكن أنت والزوج رح تطلعوا مثل رحلة مثل شهر عسل جديد عم بشوف الأمور عم تتحسن فيه مصالحات المهم فيه مشاعر كتير كبيرة على الصعيد الرومانسي وكأنها مكتوب لها هاي الفترة إنها تكون رومانسية بجدارة فشايف الأمور العاطفية جدا رائعة حتى للعزاب ممكن يكون شخص جديد عم يدخل حياتهم هذا الشخص ممكن يكون من أبراج نارية هوائية أو مائية هذا الشخص جدا يعني فرصة كتير حلوة جدا شخص رائع عم بيكون قدامي فنستغل الفرص أه طلعت لك رسالة من الحبيب مثل بيقولك الحبيب إنه إنه استناني إنه في أمور عم بشتغل فيها في أمور عم بعملها بساويها بحاول أوازن بين الأمور وكأنه يمكن بيحوش فلوس عشان العلاقة أو عم بيحاول يصلح أمور موجودة في العلاقة يمكن إذا كان في عوائق معينة عم يشتغل عليها فبيقولك استناني ما تروح يعني ما تروح لحدة ثاني يا برج السرطان فحباي بي برج السرطان بشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي ومن هون لهناك بكون أشتاءت لكم كتير باي باي